نظم صندوق الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً لتسليط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي لستراتيجية مصر القومية للسكان والتي بدأت في عام 2018 واختتمت فاعلياتها اليوم تعمل الاستراتيجية الوطنية للسكان على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتثقيف الشباب وسكان في سن الإنجام بشأن تنظيم الأسرة في إطار العمل على تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان نظم صندوق الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً لتسليط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الوطنية للسكان والتي بدأت في عام 2018 واختتمت فاعلياتها اليوم دعم مالي وفني يستهدف تحسين فرص إمداد خدمات ومستلزمات تنظيم الأسرة وتشجيع الأقبال على تنظيم الأسرة إلى جانب دعم حوكمة الاستراتيجية الوطنية للسكان إن القضية السكانية لديها أهمية للقصد والتنمية في أي مجتمع ونحن نتفق مع الحقومة المصرية على هذه القضية ونواجهها بوعي وهذا المشروع يساعد على تنمية السكان وأهم مكون فيه هو التنمية السكانية خاصة للشباب الاستراتيجية الوطنية للسكان تعمل على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتفقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام بمزايا الأسرة الصغيرة الحجم إلى جانب تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنصيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ومبني على قصص واقعية في مصر هذا المشروع أيضا تم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والعديد من الجهات المعنيات الأخرى تأتي أهمية هذه الاستراتيجية في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلة النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة إلى جانب تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري